هنا لمين كم مرة بيلعب دور خط الوسطة الهجومي على اكمل وجه بيكمل داخل منطقة الجزاء علشان يشارك في الكرة ويعمل كسافة عددية ولكن لما لقى الكرة تاخرت وما تلعبتش بالعرض وان فيه ازمة في التلعب الكرة خد القرار انه هينزل علشان يهرب من رقابة وهنا بيشاور علشان الكرة تتلعب له وبالفعل بتتلعب وقبل استلامها خد القرار انه هايسدد ويسدد ويسجل هدف من ريحة بول بوكبا هدف فعلا عالمي وعلى ما يبدو اننا قدام جوهارة جديدة هدية من الكرة الافريقية الى الكرة العالمية لمين كم مرة افضل موهبة في افريقيا حاليا وبعد تسجل عرفين في شباك جنبيا اصبح اصغر لعب بيسجل للسنغال في البطولة من سنة 2002 علشان كده تعالى نعرف اللعب اكتر لمين كم مرة موليد 2004 يعني عنده 20 سنة في الوقت الحالي خط وسط سوبر بامكانيات هجومية مرعبة بيمتلك مواصفات تقدر تنقله المكانة بعيدة جدا في اوروبا لمين بدع مسيرته في نادي كاساس بورت السنغالي ولما باع عنده 16 سنة انتقل للخطوة الافضل محلية وهي اكاديمية الجنراسيون فود الاكاديمية دي خرجت سادي ومانيه واسماعيلة صار واكتر من اللعب متقلق حاليا في اوروبا وفعلا هي افضل اكاديمية داخل افريقيا حاليا المهم بعد ما انضم للنادي يقدم اداء جيد جدا علشان يتم اختياره لتمثيل منتخب المحليين في بطولة الامم 22 ودي كانت الخطوة الاولى للتقلق السنغال قدرت تفوز على الجزائر وحصلت على الكاس وقتها في المسم عشرين 23 دخل مع منتخب الشباب لكاس الامم تحت 20 سنة البطولة اللي قدم فيها مستويات خرافية وقتها وحصل على افضل لعب في المباراة اكتر من مرة لعب ست مباريات سجل هدفين وصنع هدفين وبرضو قدر يكون السنغال للوصول النهائي والفوز بالبطولة على الارض مصر مش بس كده وحصل على جائزة افضل لعب في البطولة كمان بعد الاداء العظيم اللي قدمه في نفس الموسم لمين كان انتقل الى نادي ميزل فرنسي ولعب معهم في دور الدرجة التانية وشارك في اربع مباريات علشان بعدها يتم سعود الفريق للدور الممتاز لموسم 23-24 ولعب معهم حتى الان 17 مباراة بما يعادل 13 مباراة فعالية ودايما حاضر في المباريات الكبيرة سجل هدف امام موناكو وصنع امام باريس سنجيرمان وصنع امام هولومبيك ليون وده يندل على الشيء يدل انه اللاعب مؤثر ولعب عنده شخصية امام اكوال فرقة في الدوري وطبعا بعد المستوى السوبر اللي قدمه ده تم اندمامه للمنتخب الاول علشان يشارك في بطولة الامم 24 مش بس كده ده كمان شارك في اول مباراة بشكل اساسي اللي كانت امام جنبيا وهنا اثبت انه لعب كبير بعد ما قادر يسجل هدفين من الاروح لاهداف اللي تأكد على قدراته الهجومية سجل هدف الاول بعد انطلاقة من الخلف الامام بالكورة ويكمل داخل مطلة الجزاء ويسدد ويسجل هدف اما الهدف التاني اتكلمت عنه في بداية الحلقة وكان هدف فعلا ممتع يدل انه مستدد هيل وحاليا وفي الوقت اللي انا بكلمك فيه هو اهداف البطولة حتى الان ولكن الا يحصل بعد كده الله اعلم الخلاصة كده وخط وسط مميز بيمتلك امكانيات تخليه يروح حتة بعيدة لان لامين كامارا بصير ممتاز عنده رؤية هيلة التريبل والكنتوريل بتاعه جايج جدا بيجي ريت تكملة بشكل ممتاز عنده جرأة في التزديد على المرمى بستايل علامي فعلا بالاضافة انه مروغ جايد بيقدر يعد واحد على واحد او حتى اتنين على واحد عادي جدا كمان هو لعب بيقدر يعمل الربط في نص الملعب في حالة الحيازة بالاضافة انه جايج جدا في قفل زوايا التمرير وتوقع مصار الكورة وفعلا مع التطور هيكون خط وسط مرعب بالمعنى الحرفي للكلمة ولاعب عنده مستقبل كبير عشرين سنة مقدم مستويات كبيرة تفوق سنده بمراحل والحد الى الصديق انا خلصت كلامي اتمنى قبل وقتها في الحلقة تقول لي رأيك في الامين كامارا وعلى هو اقدر يوصل لمكانة بعيدة في اوروبا ولا انت شايف ايه واخيرا اتمنى بالوقتها في الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصال على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام واعمل لايك والسبسكرايب وفعل زر الجرس وهو هتنسى تعمل لايك وفولن للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طفان اهلاوي نتقابل بخير سلام ترجمة نانسي قنقر